بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي جماهير الأهلي العظيمة جماهير أعظم نادي في الكون أهلاً ومرحباً بكم في الستوديو التحليلي لمباراة الأهلي وفيوتشر في أول مواجهة بين الفرقتين هنتكلم عنها فنياً كتير خاصةً إنها قدام فريق جديد وبيضم عدد كبير من اللعابة المميزة نهارده قبل ما نروح للماتش نقف بس هنا شوية عايز أتكلم في حاجات كتير قوي عايز أتكلم في الفرحة عايز أتكلم في المكسب عايز أتكلم في البطولة اللي جات بطولة السوبر هي طول عمرنا في النادي الأهلي آه فعلاً بنجيب بطولة وبنفرح يومها أو ليلتها وبعد كده خلاص بنبص لللي بعدك ماشي بس أنا عايز أفرح إحنا كجماهير أهلي عايزين نفرح حتى اللعيبة عايزة تفرح أنا متأكد إن اللعيبة عايزة أجواء الفرح يعني عايزين نكون وقعيين شوية اللعيبة عايزة أجواء الفرحة وإن شاء الله بإذن الله رب العالمين اللعيبة الرجالة دي تفضل مفرحان على طول أنا متأكد إن اللعيبة الرجالة دي لما تنزل الملعب النهاردة كل تركيزها هيكون في الملعب كل تركيزها هيكون في ماتش النهاردة كل تركيزها في المكسب عشان جمهور النادي الأهلي جمهور النادي الأهلي العظيم اللي عايزة أتكلم عليه أولاً كل عام وحضراتكم بخير كل عام والأمة العربية كلها بخير كل عام وجمهير النادي الأهلي العظيمة متجمع على حب وعلى انتصارات وابطلات النادي الأهلي العظيمة أولاً اللي حصل يوم نهاي كاس السوبر ملحمة رائعة طالما بتكلم على جمهور النادي الأهلي العظيمة يبقى لازم نديها حقها الجزء اللي كان في قطر في ملعب المباراة ده جزء مسغر من جمهور النادي الأهلي العظيم وجمهور مصر بكل انتماءاته كان حاضر ساعتها جمهور النادي الأهلي العظيم زي ما شفنا كان اللون الأحمر طاغي على الاستاذ جمهور النادي الأهلي العظيم اللي في قطر من سيدات ورجال وشيوخ وشباب وشبات وأطفال سواء موظفين مدرسين إعلاميين كله جمعهم النادي الأهلي سابوا كل حاجة في إيديهم وكانوا متفرغين الخمس تيام دول للنادي الأهلي بس حتى لما شفنا الملحمة الرائعة اللي جوه النادي الأستاذ لحد الدية تسعة وتمانين الجمهور بيشك ما سمعناش لفظ موسيق ما سمعناش همهامة ما سمعناش إن هما مستقين إن النادي الأهلي لسه مرجعش للمباراة وهدف التعادل لا ده هما أصلا كانوا بيطلبوا بالبطولة يعني هما كانوا مستنين البطولة هما خلاص هما حطين في اعتبارهم إن النادي الأهلي هيتعادل وده اللي حصل فعلا هما الجمهور العظيم دوت جمهور النادي الأهلي اللي ما فيه زيه في العالم والله ما فيه زيه في العالم جمهور النادي الأهلي العظيم ده كان بيشجع وكان بيشجع بحرقة ولو شفنا الحد داخل الماتش هو الجمهور مستني بس مستني بس الوقت اللي حيجي في الجول إنما هو عارف إن الجول جاي الجمهور كان بيطالب بالكاس ما كانش بيطالب بعدها في التعادل لأنه عنده إحساس ويقين وثقة في اللعيبة اللي موجودة في الملعب عنده ثقة في الفانيلا الحامرة عنده ثقة في الجهاز الفني وروح الفانيلا الحامرة هو كان بيطالب بالمكسب في البطولة إنما هو عارف إن الجول جاي بتاع التعادل